هذا التشجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كتاب التربية الإسلامية للصف العاشر الجزء الثاني الدرس الثامن والعشرون تطبيقات على أحكام الابتداء الجزء الرابع أتلو وأطبق التلاوة والتجويد من صفحة 123 حتى 125 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي ليلا نهار إن في ذلك لآيات لقول يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قرم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضيط الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء منكم من أسر القول ومن شهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من غال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحابة اتقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواحق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم أتدرب أصنف في الجدول الآيتي الابتداء بالكلمات التي تحتها خط في الآيات السابقة لدينا الجدول يتضمن أربعة أعمدة الابتداء التام والابتداء الكافي والابتداء الحسن والابتداء القبيه أما الكلمات التي تحتها خط في الآيات فهي في الآية الثانية الذي رفع السماوات كلمة السماوات وفي الآية الثانية أيضا يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر وفي الآية الرابعة وفي الأرض قطع متجاورات وفي من الآية الخامسة أئذا كنا ترابا أئذا في الآية السابعة ويقول الذين كفروا ويقول التي تحتها خط وفي الآية الحاديعش له معقبات من بين يديه له تحتها خط يحفظونه من أمر الله يحفظونه والآية الثالثة عشر وهم يجادلون في الله كلمة وهم التلاوة البيتية أرجع إلى المصحف الشريف سورة الأنعام ثم أقوم بما يأتي أولا أتلو الآيات الكريمة من مئة وواحد وثلاثين إلى مئة وواحد واربعين مراعي ما تعلمته من أحكام التلاوة والتجويد ثانيا أستخرج من الآيات الكريمة مثالا واحدا على كل مما يأتي ألف الابتداء التام ب الابتداء الحسن اكتهى الدرس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر